يوم عادي في فرنسا لكنه كان يوما فوق العادة بالنسبة للمعارضين الإيرانيين المتواجدين في باريس يومها حاولت خلية إيرانية تفجير تجمع للمعارضة وقتل أكبر عدد ممكن من معارض النظام في طهران وبحسب وثائق حصلت عليها العربية شكل النظام الإيراني شبكة تجسس في أوروبا منذ عام 2012 في بلجيكا وفرنسا والنمسا وتدار من فيينا لمراقبة المعارضة أشرف على هذه العملية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي والذي طلبت إيران نقله من سفرتها في بغداد إلى النمسا تعاون أسدي مع إيرانيين يقيمان في بلجيكا وهما أمير سعدوني وزوجته نسيمة نعامي وقبل ستة أيام من تجمع المعارضة الإيرانية اجتمع أسدي بالزوجين في مطعم بساحة لا بلاس دارمي بمدينة لوكسنبورغ وسلمهما القنبلة التي نقلها عبر حقيبته الدبلوماسية غير القابلة للتفتيش واتفقا على موعد التفجير ومكانه وسلمهما مبلغا ماليا بالإضافة إلى حوالة مالية العميلان انتقلا للعاصمة البلجيكية مقر إقامتهما قبل أن يتم القبض عليهم قبل الهجوم وأثماء محاولتهما مغادرة بروكسل نحو باريس إثر معلومات تلقتها الشرطة الفيدرالية في بلجيكا بينما ألقي القبض على أسد الله أسدي في ألمانيا خلال توجهه نحو النمسا مقر قيادة شبكة التجسس تحقيقات نيابة العامة البلجيكية توصلت إلى وجود تنظيم إرهابي داخل وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤول عن هذه العملية التي تتكشف مزيد من تفاصيلها يوما بعد آخر ترجمة نانسي قنقر